سوف أعوضكم في خيطاتي والتيس سوف أعطيهم خمسة دقائق في كل جهة ونقلب ونعاوضهم خمسة دقائق ونحييضهم مرحة نجيت قلت نتلقى تبادي قلت ينابرك في مصبور قلت نعرفي ماما تكون كطيفة و لم تقلت لماذا سوف نصوبها يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليكم حبيبيتي السلام عليكم السلام عليكم اليوم ان شاء الله في خيطات الدجاج أو طريفات الدجاج والجنيوهات التي لديكم سوف نقوم بمقليين على طريقة المطاعم سوف نرى سوف نرى سوف نرى بطريقة سهلة و بدون تحقيدات و بدون شابلير من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من طحين و من هنا من بيض و من هنا من بيض ان شاء الله سنحصل على أحسن و من هنا من هنا من هنا و من هنا لدينا مرة ترقضي ليلة كاملة جيدة جيدة لدينا شريط الججاج ويقوم بإضافة الكتف والجناح لا يسمى أن يأكله ولكن بها طريقة يأكله لأن يكون جيدة سأخذ كل الخيضات ويقوم بإضافة المرجان وقوم بإضافة في الحامض لنضم الحامض سوف ترقضي ليلة زفورة جيدة جيدة سوف نضرب معلقة صغيرة في هذا المرء سوف أضرب إلى المغبرة ومن أحسن لأنها سأخذ بالموجه وضع المغبرة فالنضم الحامض ونضع نصف نصف المغبرة الصغيرة ومعلقة صغيرة ثلاثة حمارة لن أقوم بتعبير لأنه يوجد عيني ميزاني والبنيات الذين معي سوف نقوم بتعبير الملح الملحة الملحة الكافية سوف تكون ملحة ضروري من ندخل العطرية في الشاش كامل نخلطها جيدا سوف نقوم بتعبير الملحة ونقوم بتعبيرها في هذا الملحة خلط الملحة وجود العطاق سوف어�rogس وتشرتهم الملحة وانحظون ونقوم بتعبير الملحة ونقوم بتعبير 3 متى ونقوم بتعبير ملحة ملحة ونقوم بتعبير ملحة ونقوم بتعبير الملحة لديها نفس الطريقة لنسلقها ونضيها بزويدة هذه هي مرافقة لها ونريد أن نقشيرها ونقشيرها ماذا تحيدة؟ مريحة نجاز قلت لها نظر كثيرا قلت لها نظر كثيرا لا تكون طيفة لماذا سوف نطوبة؟ أنا أعرف كثيرا لقد قلت لها لبنان قلت لها تقيمة واحدة المعارقة بالزيت أو دعوني تشحر فيهم تقول لها أحد المينة هل يمكننا أن نقشير المعارقة بزويدة قلت لها أسف Romans قلت لها المقلية ونمضع عبارقة ونمترها فيها ونضع لها ونقشفها هنا أحد رأيت مالك هذين مستحن أسفر قلت لها الوزيت ونصال عنوض المعارقة ونقشد الأجاج قلت لها تكتشفها ونتقشفها هناك طريقة التي تصدر على الطعين والبيض يمكنك انجل البيض ونقلها الضحين والبيض فقط نقلعها لا تصدر الجمهة فيها نحتاج البيض نضع الطعين فرص ونقرب هذا المهم لا تغرب لكي تجد الممس سنضيف المعلقة سوف نضيف المعلقة سوف نضيف الملح نضيف ملحة ونضيف ملحة سوف نضيف نضيف البيض يكون كبار صف البيض لا نقوم بإضافة من الحلوى غرب وحده هاك طريقة سهلة لا يوجد قوة العضرية لا يوجد قوة مرمض هنا وعود هنا والنتيجة لا نقوم بإضافة لكم زمينة نشد البناج ونقوم بفورس أو بضعق الأبيض ونقوم بفورس ونقوم بطريقة ونقوم الرجع للتعجي ونقوم بطريقة صف الماسو بعد ذلك ونقوم بطحان ونقوم بطحان سوف نقوم بإمكانكم الضغط نضغط 5 بقية نقوم بقية خائزة نضغط 5 بقية نضغط 5 بقية نضغط 5 بقية نضغط 8 بقية نضغط 10 بقية نضغط 10 بقية تخلط نطبق نضغط 5 بقية نضغط 5 بقية نضغط 9 بقية خلق 10 دقيق و ينظف معقل بصيد لديه ورق من الشر من الحيوين سوف يبقى 10 دقيق نعود القلورية كما بالت أن نعود بكشي القيناة كما انقلق القيناة نعود القيناة الإسلع نقوم بتبنيها مرحلة للدقيقة هذا السمس من يجب أن تقوم بتحرق القرنة وستخدم القرنة ونرى الأمر نجمع قليل بعد مجمع المرحلة نحاول ان نهز هذا القرنة نحن نحن نقوم بتحرق لن يمنع المطاق في الزيت نحن نحن نقوم بتحرق نقوم بزيت نقوم بتقليل الثاني من ثلاث دقيقة اعطيكم الوقت وكل شيء مشتر الابنت اللي معي هنا صغار عبتيرة معي بزيف ديال الابنت انتجوك في الامر وانتابعيني ووحق الله وشارف لي ان يكونو معي ابنت هكذا صغار ومستعلمون لأتي مناسب الكثير لدى انستغرام وفي الواتساب ونس Reynolds وانتجوكم دياله قرأي بصول طريعا ثم ننقل و ارتاحه و اشربه و هذه هي طريقة المطاعمة سوف نحيض عن قلبها و نطلقها و نساء الله في الشكل النهائي سوف نحيض عن طريقة سهلة و جيدة كنت من الاختي طلبتها و قلت لما ادلوه ليه جيم باشي لكومنتر تطلع و تشوفوا الاختي خديجة بالنسبة للاختي انا رأيت التعليق ديالها و ادرته انا كنت ادروا الاختي انا شاركتوا معاكم ادي اسزلقها و اردتها بتصوير و اعطيتها انا و ادردت الزلقاء اضفره و انا مستخدمها في الشكل النهائي و انا ادروا الاختي ذو نحن بالأمر مكندون نحن اللي سوف نشوف الاختي انا مترفقوا على حيض ثلاثة انا ادروا البلد المطاعمة انا بجمز على العنس جنيوحات والكتيف الفقاني والفخيض هنا اخذت كل واحد بطريسي لتاعب اخذت لكم ملحة والبزار ونأخذ الكتيف الفقاني والجنيوح والفخيض وفخيض نظن هذا البناس كافي والبزار لتعبع ومنا بطريسي ودركت لها تشتادها بالخيار وماتيشة اتمنى الاقتراح اخذت لكم الراحة وفي امان الله